كلنا عارفين بالنفذ الحياة التي نعيش فيها أي شيء زراعتها سيتحصدها زراعتي الخير سيتحصد غير الخير زراعتي الشر سيتحصد غير الشر وهذه العبارة التي قلت لكم أعقل عليها مزيان سوف نفكركم فيها في الأخرة الحلقة أما أنا بالنسبة للقصة التي سأعود لكم اليوم ما الذي كان صغير؟ لاحظت أن العائلة التي لا يوجد شيء عائلة عائلة التي كانت لديها الكثير من الأسرار وكانت تخبي الكثير من الناس وكانت توري شخص مختلفة للناس يعني المظاهر أما الحقيقة كانت تخبيها عائلة التي كانت لهم كمانا رمضاً والدهب والصمعة والديور والطموبيلات لكن بالنسبة للطريقة التي كنت تجلبها المال كانت واحدة طريقة التي تشعر الإنسان مطح لي في العام وهذه الطريقة التي لم تخطرها على المال والذي لا تستطيع تخيلها هو أنا أنا هو هذه الطريقة والذي للتراتي لهم كانت الأساس لعائلة كانت تقعدتها الكنزة التي تشعره كيف حتى بدأت القصة أولاً وكيف انا هو كل شيء عند العائلة مهما راني كنت مازال صغير كيف حتى بدأ هذا الشيء كامل هذا الشيء اللي سنعود لكم في القصة اليوم قبل ما بدأ الخوت بغيت غير نقول لكم راني ادرت واحد القناة اخرى سميتها Arabian Stories القناة هذه كنترى في نفس المحتوى الذي نقدم هنا غير هو فالقناة سيكون باللغة العربية الفصحى زائد ما كنكونش كنبان فيها انا إنما غير الصوت ديالي لكن ندر فيها واحد النوع المونتاج اللي صار حزوين بزاف واللي كنظن انه قليل او لا مكينش القناة الحمد لله تبارك الله كيف حلية تنالة الاعجاب بزاف الناس والحلقة تبارك الله عجبت بزاف الناس خصوصا من جميع البلدان العربية اللي كيف فهموا بطبع حال اللغة العربية الفصحى كنت طلب منكم الخوت باش انكم تدخلوا للقناة تعاونونا بالاشتراك ديالكم تبارتاجيوا معنا القناة رغدا نخلي لكم الرابط ديالة صندوق الوصف كنتمنكم كلكم تدخلوا وتعاونونا بالاشتراك ديالكم وشكرا لكم بعدها مصباقا كيف ما قلت لكم من قبل على موضوع الوقت انه غالي والحياة كتبت وصدغية والوقت مكينت سنة تحد وبزاف الناس عندهم احلام ومبين هذه الاحلام اولهم هم الفلوس وكيف العادة منصة بوكيت بروكر سيتعاونك بشكل كبير المنصة لمعقدة وسهلة في استخدام ديالة اول حاجة هي انشاء حساب ستدخل ايميل ديالك الباسورد من بعد تدخل كود برامو ديالي سنجده لكم التحت في صندوق الوصف والذي بخلاله ستعطيك المنصة بوكيت 100% لأول ايداع اما بالنسبة للخطوة الثانية عملية الاداع لتضع المنصة في هذه المنصة لديهم الكثير من الطرق وكيف سترى هذا عملية تداول سهلة ومعقدة هناك بالنسبة للانواع تداول اجتماعي اشارة تداول مؤشرات تداول السريع تداول الاسهم زياد عليها من الفوق التعلم من الناس متداولين عندهم خبرة ويمكن لك حتى التشاور معهم اما بالنسبة للأصول كثير من 130 أصل مع ربح يمكنك الوصل إلى 92% ومتاحة على مدار الساعة في الأيام هذا الشيء الذي يجعلك أنك تداول في أي وقت اما بالنسبة للفارق الدم من فراهكين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وهذا الشيء بطبع حل زيادة تقيقة وضمان عدم الخسارة المستخدمين وحل أي مشكلة كيف لا يكونوا بسرعة اما عملية السحب فراهة مريحة وبدون رسوم يعني انت عندك الاختيار حل ما يريد أن تخرج قليل ولا كثير بسم الله الاسم هو زهير والوقت الذي أعود لكم في القصة هو عمرها 37 عام اما القصة فراهة بدأت حالة من الصغير وبالطبط كانت عندي 10 سنين كان عقل واحد النهار كانت عامرة بالعائلة العيالات كانوا لابسين أحسن ما عندهم يديهم وعناقهم عامرين بالدهوبات بالدبالج والسلاسل الدب لكن الدار كانت عامرة كثيرا وكتبلي فيها الدبابة كانوا طلقين فيها البخور كانت أسمع غير الصوت للطبل وقناوة والعيالات كي زغرتوا كانت غير صغير وكنت فرحان حيث العائلة كاملة مجموعة وكنت حتى أنا كونجراء واللعاب وكنتطح في وسط الأجواء القناوة والبخور وكي شيء كامل كان الوحد اللقطة كان الناس اللذين يلعبون القناوة وكان مجمع لأحدهم من أن يجدوا البخور في ذلك اللقطة لم أعرفت ما شدت مهم لكن ذلك اللقطة شدت بها عندما ذلك كان في ذلك كان في ذلك كانت تأخذ السيطة لم أعرفت ما هو صباح راسك مدير صباح راسك مدير صباح راسك الي افسي فوجد حجم المجمع وشجزتي يشغل وشجزتي هناك في السنب قبل احساس الجسم بالطريق بطريق ان يرى الناس ولا اعرف ماذا تحجير قبل اخر حجر كانت مسكينة ترشع لها المظهر وقوم بعمل قد ضائر وذالك تحملوا مجموع قبل لقد رأيت عيني في يوم لم يفهمه والحقيقة أنه في هذه اللقطة لن أشعر في رأسي وغيبت أمك بدأت أن أشطح وبدأت أن أجدب أيها الأخوة كيف سمعت وبدأت أن أجدب أحد المجمر وكان عمره عشر سنين وعلى حسب ما عودوا لي الوالدة وعمامتي أمك قالوا لي اللون العيني تبدل أو اللون زرق أما الخطر فهذا كانت جنوي كانت أحد المجمر أجدت أن أجدب وبدأت أن أجدب في هذا الوقت بدأت أن أجدب مع الوالدة وبدأت أن أجدب معهم بصوت الغلاد وغريب بدأت أن أجدب مع الوالدة بدأت الصوت وقلت لها هذا الوالد هذا سيكون زهري ومن اليوم سيكون ولدي والخصصات سنعطيها له ودائما سنجعله فرحان وزاهي ولكن هودني منكم سأجد أداة هذه كانت هذه الليلة التي وقع فيها هي الليلة الحضرة القناوية واحدة من الملوك الجن وبالأحرى ملكات الجن وهذه الجنية التي نطقهات على لساني لذلك كانت تجدوا معهم كانت هذه الجنية التي أجدتها دائرين هذه الليلة والتي يقولون لها ماليكة زهوانية وهي اللي اختارتني لكي أتعلم عليها ونكبر من تحت جناحها بهذه الحادثة التي أعودت لكم والتي تبطراتي في عمر عشر سنوات هنا ستبدأ القصة التي سأعود لكم وهذه الحادثة هي لدخل العالم الجن من الصغر العائلة من مدة طويلة ومارسوا هذه الحضرة والتحضير الجن ولكن هم الأكثر كانوا يقومون مفجهتهم لكي يتقربوا من هذه الجنية التي اسمتها ماليكة الزهوانية وكيف كانوا يسمونها بالشريفة الفاسية لأن هذه الجنية مسلمة وإذا فرحتها وارضيتها فرحتها سيقومون مفجهتها لكي تسهل عليك التجارة وتأتي لك الفرصة التي تربح منها الفلوس وتتلعق منها بالصحة لا يمكن أن أعرفوني أنا بلّي زوهري وبلّي ماليكة الزواني الذين كانوا يجدونها وضعوني وعندما رجعت بالنسبة لهم بشكل كنز والكنز الذي عمروا ميسالي وعرفوا بلّي ماليكة علاقوا بلّي أنا ستعطيهم أي فلوس أخذكم تعرفوا بلّي العائلة التي كانت لديها الكثير من التجارات كانت لديهم تجارة في التواب العطور العشوب وكانت لديهم محلات كبار لكن هذا الكلام ستدخلني في ضغوطات كبيرة وسأدخل في دوامات التي لم تكن من خروج تخيلوا معي من صغري بدأت أن تنظر الأذراحة والمزارات الجنة بالطبع الولد كانت تحت الصوابات والدبيح ونطلق البخور في الأول لم تفهم ما هو واقع وما هو ما هو حتى اليوم الذي ذهبت فيه لتنظر المالك الزهواني وضعت وضعت ونطلق البخور والعائلة قرروا لأنهم غذبات هذه الليلة كان عقلك لم تكن صغير وعيت بالصفار وكذلك وصلت لتنظر في الناس أين سنحلم أحد الحلمة الذي أغرب من الخيال حلمت براسي ناعز في الحجر لذلك المرة كانت تحطي من فقراسي ودوزي على رأسي كانت تغني لذلك المرة لحظة نادت وقلت لي في الوقت كنت أرى أحد الخشب الخشب صغير ومن فوقها كانت توب محطوط وكانت توب محطوط وفي الجنب كانت محطوطين واحد الكتوب أنا رأيت في ذلك المرة قلت لها ما هذا الشيء؟ قلت لي أنا والدي هي الأم مالك الزهوانية وهذه الطبلة هي الطبلة الخدمة وانت التي تحكم فيها وانت التي تقدر تعطيها وفي نفس الوقت تحييدها الوقت الذي تريده وهذه الكتوبة من فوق الطبلة هم الأسرار التي سنعلمهم لك وهذا الشيء سيدخل عليك بأحد الخير بأحد المال الذي ستدخل به أي شيء أردتها صراحة هذه اللقطة فقط لم أفهمت لقد أخبرتها ماذا قد أقول أخبرتها هذا الشيء لكن بأحدث أنهم أخبرتها 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 لأخبرتها وقلتها هذه الطبلة هي نوع من العلوم التي تدخلها الملوك الجن ومع هذه العلوم ستستطيع تعاون يعني قلت لها إياها الولدة لا نحن مشكلة وقال حين اشياء وقالت طبلة ستكون مالكة التي وقفت عليها ستكون شرطت عليها وقالت نحن بقال طبلة ستكون ضرورة لأن الشخص الذي سأخذها يجب أن يأخذ أدري حويش يعني ضرورة تحويش هم الأولين بعدها الولدة كيف سمعت هذه الهضرة لبسات شلبيتي ونحويشي وخرجنا منطر فقط لن تحد في العائلة وصلنا لنا لبسوات وخرجنا ونحن نحن المعظم مالكة الزهوانية وقد قلت لها على الشروط لكي نعطيها الطبلغ مالكة شرطت على الشخص الذي سنعطيه الطبلغ لكي يضع الطبق السواب الذي عامر بالحناوش والشوكولات والمسك والبخور للمزاره من وراءه يأتي بفروج ويضبحه عند رجلي والدتها لم تكن من المعاكز فتاة الشيء الذي قلت لها كنا في المزار المالكة الزهوانية والوالدة أضع الطبق السواب وقد قلت لك الفروج وضبحته عند رجلي ويتشرف الدم عليه و وبدت تشرا SIM الوين مبدأت وقد قلت قلت لها كانها عادة صع Selbst petit قلت لها قلت حزي بعض ذلك وقد قد وكتبت للوالدة كي خطيها على job فبدت здесь تلك الفروج بدأت التخبط وقتلها وجهة كنت ترى الوالدةuuuu وانتظايくこれ ومن المفروض من البرفر إذا أرأل ع игلمه سيخفه سوف تخلع لكنني كنت عادي و كنت مبراد الوالدة كانت تخبط و كانت ترطى و الناس عجوا عندما بدأوا يرشون عليها في المظهر أما أنا كنت غير واقف و كنت أشعر لا أشعر بها بحالة لقد رأيت ذلك شيء عادي و كما أشعرني الأمر عادي لا يوجد شيئا من مراوحة المدة الوالدة فقط شدتني بدأت تتعنق فيه و كتبكي من الرجال إلى الدار وجدنا الوالدة و العائلة كاملة مجموعين و مخلوعين علينا كانوا لم يكن أعرف كيف ينمشي نانوية الوالدة الساعة هدناتهم و قلت لهم لا تكون منها تخافوا قلت لهم أريد أن أعجب لكم واحد الخبار الذي يزيننا و سيتدخل علينا باحد الخير الذي كبير و كبير بكثير العائلة كل شيء يبدأ يرى فيها لأن تعرفوا هذا الخبار و هذا الشيء كامل عنده علاقة بي أنا الوالدة عودت العائلة الحلمة التي حلمت بها و قلت لهم بأن أنا التي اختارتها لكي أعطيتها الطبلة الطبلة الملكة الزهوانية الطبلة التي ستعطيها القدرة أنها تكون تعمل أعمال السحر للناس الطبلة التي ستعمل تعمل لدون للناس و ستبدأ تصرع بها الجن الطبلة التي ستقرأ بها الكارتة للناس و تدر لهم قبول و المحبة و التفريق الطبلة التي ستجعلها وحدة من الملكة من ملوك الجن الشريفة ملكة الزهوانية التي تغرق الخدام بالفلوس هذا الخبار كانت تعني بالعائلة لا يتبقى أن يمشوا عند الشوافات و الفقهة لكي يتوسطوا لهم مع ملكة و لكي يدروا لهم القبول و التجارة لهم لكن العائلة التي كانوا حاضرين كان بينا عليهم النظارات حسد الوالدة كلهم في الحقيقة حسد الوالدة لأنها قدرات تأخذ طبلة من الملكة و من ذلك النهار تجارة الوالدة و الوالدة كانت اخذت منحة آخر و أرجعت متقدم و الفلوس أرجعوا غير داخلين أما لم يرجعوا يغرقوني بالهدايا لكي يرضيوني خاك أنت مازال صغير لكن كلمة المسموعة ما هو هذا الذي سيقدر يقلقني و يخسرني خاطري كلهم كانوا يخافوا من ملكة و الى قلقتها تستطيع تخرج لك على التجارة أو تسلط عليك جن أو سحر الذي يقدر يدمر لك سنين و سنين و الوقت الوالدة هي فتحات المحل التجارة في الواجهة المحل كانت تبيع البخور الذي كان غالب و مكلف أما داخل المحل كان لديه شخص يستقبل و بالطبع غير الملاعقين بالصحة والأغلبية كل شخص يأتي على قبل شيء والأغلبية يأتي على تجارة أو سحر المحبة و هناك أخرين يأتي على قبل أعمال لأقل لكي أقولوا أنها خبيتة بمعنى الكلمة الأعمال التي قدروا أن يدمروا بها التجارة والمنافسة العائلة حياتها كانت تدور غير على التجارة والفلوس والشعوادة والسحر أما بالنسبة لي أنا حياتي كانت مختلفة من سنة صغيرة تجعل العالم السحر والشعوادة و أرجعت بني الدين واحدة من أخطر الجن والتي تستطيع أن تدور بيها في الأول تتعلم بمالكة في صغرية مرة مرة مثلا تتعلم بها أن تتحضرني من شيء واحد يوجد في العائلة وبعد مرات تتحضرني أن أجعل شيء لكن مع الوقت أرجعت أن أتعلم بها و أتعلمني أن أرسم أنواع السحر والطلاصم والسحر السفلي الذي تستطيع أن تكشف به على الناس و تهذر به مع القارين و تضمر بها حيات الأزواج و تزيد عليها الأسحار الدماء و القرابين و الأسحار التمريض هذا الشيء في الأول كان غير في الحلم لكن مع الوقت وأنا كان كبير أرجعت قادر أن أسمع مالكة تحمس لي في ودني و تدوي معي و تسمعها تقول لي معلومات و تقول لي معلومات و أسرار على ذلك الناس الذين يكونوا معي و الذين يستطيعون مفجدهم لكي يخبعوها و هذا الشيء كان غير يزاد نهار على نهار أما بالنسبة للأحداث الخطيرة القصتي كانت يالله ستبدأ بالضبط الوقت الذي قدرت فيه 21 عام لم تكن كثير من حياتي و بسبب العلاقة مع مالكة تعلمت كثير من الأسحار قدرت كثير من الزيارات الأدريحة الجن و الدرجة التي تعرفت كثير من الجن و أرجع تعرفت الكثير من المعلومات على العالم كنت حضرت الكثير من الحضرات التي تقربوا من خلالهم الجن و حتى من العائلة التي مستحيل كانوا يقدروا أن يفعلوا شيء حضرة إذا لم تكن حاضر فيها و مغافق عليها لكن هذا الشيء كامل لم يكن بالمجان أو بالأحراء كان عنده ثمن والثمن هو صحتي صحتي لم تبقى مزيانة كانت مرض كثيرا و صحتي كانت عائفة تخيلوا معي أنه لم تكن صحيحة نهائيا و دعنا كل شيء و أضع على فقط شيء كنت ألعف كثيرا و إذا تعصبت لم تعصبني شيئا لم تعصبت على شيئا كان فقط الوعي لا يمكن أن أقوله أنه لتعدي أحد المناعة أو أحد الصحة في الوص قدرت على الكثير من الأطباء لكن أنت شيئا لم تجد سبب لماذا تضبط هذا الشيء يقع لي واحدة من الدوائيات التي كنت أخذهم لم تكن أعطي نتيجة أخذت بعض العلاجات من عند ماليكة لكن تلك العلاجات كانوا يقومون غير فترة قصيرة و كنت أعودها و كيف كنت الصراحة كنت حير في رأسي لم أعرفت ماذا سوف ندير ذلك الساعة كنت بدأت تجارة و كان لدي محلات و كنت مختص في البيع و الشراء لكن في قاعدة المحلات التي كانوا لدي ضروري أن يكون لدي واحدة بيرو أين أخدم للناس؟ حيث أن أنا أخدم للناس أعمال السحر كنت أخدم للناس تلك الأعمال السحر التي تريدون بطبيعة الحال كنت أخدم غير المحلات التي تعرفوني لكن هذا الشيء كامل ستبدل واحد نهار كنت في المحل و كنت سأستقبل واحد من المحلات الذي جاء عندي لدي استشارة للتجارة أنا كيف مالعادة كنت قلت مع بالي بأن هذا السيد غالباً أريد أن يدخل للتجارة لكن اللحظة التي قبل أن يدخل عن هذا السيد هنا كنت أسمع ماليكة قلت لي هذا السيد أرد منه البال أولاً لم أفهمت ما الذي قلت عمر ماليكة أردت البال من شيء واحد و اختفت فجأة عمرها لم تكن كانت على الأقل لم تشرح لي مثلاً لماذا هو هذا الشخص لكن هذه أول مرة ستقول لي أردت منه البال و اختفت هذا الشيء كانت بالفعل شيء ما لم تختفت طرحة من كذب لكم هذه اللقطة جمع تراسي و وقت تراسي لا أعرف كيف هو هذا السيد كيف هو هذا الشخص الذي قلت لي مالكة منه البال هذا السيد الذي قلت عندي اسمته ياسين و كان واحد السيد تقريباً في الأربعينيات من عمره و كان لديه من المظهر كان واحد السيد الذي عادي و لا يوجد لا يوجد شيئاً لكن في الأعماق كنت أشعر بالخبار وراها شيئاً مهمة لنكم ياسين في الوقت من أجل الذي أدخل عندي تبيني أنه أحد الرجل يستطيع التجارة و يريد أن أصبح تجارة من السلعة و هذا هو السبب لماذا أريد أن أتكلم معي شخصية و من قلتنا و اننا نفهم و نفهم و تقريباً و نفهم و من قلتنا و كانا يساعد المهم هو أنه سألنا الهضرة على التجارة كاملة سأجد لي أحد الوراق وضع الجلد سأجدهم هذه اللقطة في فوق البرو و أنا أفهمت هذا و قلت أن أرى فيهم و قلت لي ما هذا الشيء؟ ياسين تبسم ذلك قليلاً و قلت لي فتحهم و سأتعرف ما فيهم و الوقت الذي أحلت هذه الوراق كان أقرأ فيهم تابع الجنية أم الصبيان قلت ذلك العنوان و أرى فيها و قلت أن أرى في ياسين ما هذا الشيء؟ ياسين كان معي بدون مقدمة قلت لي أنا أعرف من صغيرك و أنت تعمل مع مالكة لكن ما أعرف أنت هو الحقيقة المالكة ما هي؟ وهذا الوراق الذي يوجد يديك هو ما الذي سيقوم بحقيقة ما هي الحقيقة؟ و سيشرح لك الكثير من المالكة في كل نقطة ياسين ناض و قلت لي لديك سبع أيام لما لا تقرب لك ولا سيضع معك لا تستطيع أن تزورك لا في اليقاطة لك ولا في الأحلام لك لمدة سبع أيام و في هذه المدة سبع أيام كان نصحك أنك تعرف وتقرأ الحقيقة هذه الجنية التي تعمل معها أما إذا أحتاجتني فرح هذه النمرة التي لديك تستطيع أن تتواصل معي في الوقت الذي أريد لكن بشرط أن تقرأ هذه الوراق التي لديك في هذه الساعة يمكنك أن تتصل بها ياسين سوف يخرج من البيرو وأنا قلت أن أصدوم حالهم أولا كيف أعرف العلاقة بين مالكة و هذا الشعار غير موجودة لكن ماذا أريد أن أعرف في هذه الوراق ماذا كان في هذه الوراق على مالكة و ماذا كان بعدها هذا ياسين صراحة لديكم الكثير من الأسئلة كانوا يدوروني في رأسي والذي كانت تخيل وعند رأسي أنني سألقى الإجابة لهم عند مالكة لكن أولو طيلة هذه الثلاثة لم أستطع سمعت صوتها نهائيا واحد من الأحلام لم أستطع رأيتها مقاع و هذا ما الذي يجعلني أشكى لهذا ياسين و ماذا فعلا بالصحل صراحة ما دنيا الفضل و هذه الساعة لم تقرأت هذه الوراق لأن قررت نقرأهم والدولية حياتي كانت هذه الوراق كانوا يحضرون إلى واحدين من الإينات الجن و الذي يهمهم أنهم يتسلطون على الأطفال بالضبط و يتسلطون عليهم من سن لصغير يحاولون أن يتلصقوا بهم و يتغذاء عليهم وعلى الطاقة يبقوا معهم واحد المدة حتى يبدأ الطفل يمرض و يضعف من بعدهم يمشون منه لأنه لا يكون لديهم القوة أو الطاقة التي قدروا يتغذاء عليها لكن هذه الجنيات يطعحون على الطفل و يجدون فيها مثل ما يقولون ما تتلع و هنا الجنية تبقى تغذاء على الطاقة الكبيرة و تبقى تغذاء الدماء كل ليلة و نهار و على عكس الناس الآخرين في الدماء الزهري تعطي قوة للجن و تعطيهم الشباب و بالمقابل الجنية تبقى توفر قليلا من الخدمات لك الطفل مثلا أنها تعلموا شيئا لكي تضمن أنها تكسبوا لكي تحاول تبقى معه أحد المدة التي طويلة في حياته و يتحال بالإرادة و الطواعية لأنه الزهري تعرف بالأمر و تعرف بالأمر الذي ستبقى جنية التي تسلب لها الطاقة و تدمر لحياته لذلك يمكن أن يبحث عن العلاج و يمكن أن يحارب و في أغلب الأحيان الزهري يربح في هذه النوع الحروب المهم أن الوقت الذي قرأت هذه الأوراق يبدو أن تكون نوعا بالمشكلة التي لا أعطيها و يبدو أن تفهم الحقيقة الماليكة و في هذه اللقطة يبدو أن تجد تفسير على سبب الضعف 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 الذي كان في الجسم و الأمراض التي لم أجدت لهم العلاج لا أعرف أن هذا كل سببه ماليكة الزهوانية و الأوراق التي قرأتهم دعوني مصدوم في هذا الشيء و حالي أن أردت هذه الصرافقة التي لم تحتاجها لكي تفيقني كانت هي اللقاء مع ياسين لكن أخي هكاك يتزاد عندي الأسئلة كثيرا و كثيرا ماذا هو ياسين و لماذا قرر بالضبط لكي يأتي يعاوني أنا في الكثير من الأسئلة كانوا يتزادوا في حالي يحروني تم تزيد تليفوني و صونيت على ياسين في الوقت الذي يجبني ياسين قال لي السلام عليكم أولدي كنت تسنى الاتصال قلت لي قرأت الورق كامل الذي أعطيتني و أريد أن أراكم أريد أن أخرج أريد أن تشرح لي هذا الشيء أولا أريد أن أعرف ما كنت و كيف أعرفتني ما كنت تواصل مع ماليك و لماذا بالضبط أريد أن أعرف الحقيقة و أعرفت شيئا ياسين قال لي غير تهدن بشوية بشوية ستعرف كل شيئا لكن قبل هذا الشيء كامل يجب أن تعرف حقيقة العائلة و بالأحرى الأصل ماذا تكون هذه اللقطتين قلت لي كيف ستقصد ياسين يقول لي يجب أن تعرفها زوهير قال لي عائلتك لم يكن لديهم كامل و قال لي كثيرا الأسرار يجب أن تعرف حقيقة لم تفهمت قلت لي أن تصبح عن جدك هي الوحيدة التي تقدر تحكي لك الحقيقة كاملة قلت لي صافي مرحبا أخي و لكن لماذا نستطيع أن تشرح لي كثيرا قال لي لا رخصك تستغل هذه الوقتة المالكة لا تستطيع التواصل معك والوقتة التي ستقربت هذه السبع أيام سأأتي عندك هنا ياسين قطع و دعني بهذه الأسئلة قلت قارس و أفكر في الهضرة و كان هناك الكثير الأسرار عند عائلتي المشاهدين في الوحيدة و هي المعرفة هذه الأسرار كانت أصغير من الولايات لم يتمتغل الظلام أن تتعلم مع جدتي و لم يكن يمشي بالزلام و لم تكن من عادي وعندما أن السبب هو الفلوس العمامي ما كان يقول جدتي أعرفة ما يعلمه في الوحيدة والتعلم والدير البركة في الرزق على الجن لكن قلت حسب ما يقول لهم لأنها لم تريد أن تعلمهم هذا الشيء ودائما يقولون أنها تخبع أسرار التي قدروا يجعلها هي وولادها أنهم يشبعوا المال لكن دائما يقولون عليها بخيلة وقبيحة وحتى من الوالد والوالدة يقولون عليها نفس الحطرة لكن أنا الصراحة بينكم عما لم أشعروا بهذا الشيء فأنا أرى أنت دائما تتعامل معي بطيبوبة وقد أشعر بها صافية وضرايفة على عكس عمامي الذين كانوا دائما يأتي وعلى أحدهم لكن الصراحة هذه القادية لأنها تخبع أسرار للعائلة هذه أموري أعرفتها المهم هو الفضول الذي يوجد فيها لأنها تتعاملت عن طريق كنت تتعامل في الدار التي بسيطة هي والخدامة استقبلتني ورحبت بي وكان اسميتها الحجرقية وقلت مسكينة تسولني على عمامي ووالدها الذي هو أولادها ومن بعد تسولتني على رأسي والحالة الذي لا يبقى أن تشد مالهدرة صراحة في الأول لم أقدرت أن نفاتحها بذلك الموضوع الذي أصلا قدرت قبله لكنها أشعرت بأن أريد أن نقول شيئا لأنها قدرت معي وقلت لي غير سوئة يا أبدا غير سوئة يا أبدا هذا ما الذي أريد أن تسول وقبتني أحد كويسة قلت لي أحسابني بأن أمك ولم تتعامل مني هنا أبقيت أن أرى وصراحة أعودت لي كل شيئ أعودت لي أن تصدمني جدتي هنا ستتصدمني قلت لي فعلا أبدا هذه ملكة الزهوانية رهما هي ملكة من ملوك الجن التي تعطي الفلوس كيف تخيل عمامك ولكن هذه الحقيقة غير تابعة قد تضمر حياة الناس ولكن بالنسبة للحقيقة العائلة كأولدي سأعود سأتحلم معي أنك مزيان وتسمع هذا الشيء الذي سأقوله في الأصل نحن كنا واحد من الناس الذي عادي وجدك الله يرحمه كان لديه تجارة عادية كان يبيع ويشري في العشوب والعطور وغير هو جدك أولدي كان يتقى الله بحاله بحاله وبحاله كان جدوده واخوته كانوا حافظين القرآن ومتشبتين بالدين بثاف لكن جدك كان تعلم الرقية وتعلم العلاج بالأعشاب وفك السحر وكان يحييض العين واتقاف بعلاجات التي كان في القرآن والسنة جدك كان لديه بثافة الناس الذين يرقيهم ويعالجهم ومع الوقت كانوا يأتي حالات صعبة لكنه لم يأس على العكس هذه الحالات التي كانوا يأتي وكانوا يحفزها ويقلب وكتر في الكتب على الطرق العلاج بالقرآن لهذه الحالات جدك صافر وابحث وسول وقلب ومع الأيام فضل الله تعالى رجع راقي الذي قوي بالسحر راقي الذي يتحارب مع الجن والشياطين والصحراء لكي يساعد الناس وليس لم يأتي هذا على المال لأنه لم يريد أن يتخلص على شرق من المال بل جدك كان يأتي هذا كامل ووجه الله كان لديه تجارة واربي كان سهلي في التجارة واربي كافيه ولم يجعله مخصوصاً من الوال لكن هنا يجب أن يكون لديه الكثير من الأعداء من الصحراء ليس من الجن بل من الصحراء الإنس وهذه الصحراء التي يرجعون كل مرة يرسلون الأصحار في المحل وفي الباب الدار ويرسلون شيء واحد الذي يرسل سحر مكتوب في المحل لكن في المال عادة لا يخاف من شيء من الله جدك لا يحبط العمل في الرقية وكل محنة كان يدخل فيها كان يخرج منها رابح كثير وكثير حتى النهار التي يمسكين مل أمانة والله يرحمه وهنا في عمامك هم الذين يرجعون مقابلين التجارة الجدك لكن طريقة الجدك التي كان متباع وذلك الرقية التي يدير الناس توجد شيء في عمامك لا يصبح يديرها ومن مورا المدة هذه التجارة لا يصبح كيفما هي الناس بدأوا يهضروا والشياطين بدأوا يوسوس الناس يرجعون يقولون الحاجة يعني على جدك كان يتعامل مع الجن وفيهم كيف يرقي الناس وكان يرجع يقول التعامل الذي كان يتعامل مع الجن هو الذي يجعله التجارة مظهرة والمشكلة في هذا كله هو أولاده الذي يتعامل معه والذي يتعامل على يده يرجعون الذي يقول فيه هذه الغضرة وعندما أحاول أن ننصحهم كانوا يتعاملوني يقولون أنني لم أفهم موالف هذا وكذلك في الأيام وفي الأن كانوا أمامك في المحل وكذلك تسلط عليهم وحد السحر هذا السحر هو الذي كان سبب هذا كامل الذي وصل عليه العائلة تلك السحر وهم أمامك وأن المحل هو سحور وأنه سيفكر لهم السحر وأنه سيفكر لهم وأنه يدخلوا عليكم الفلوس بالصحر أمامك تأخذ هضرة وفي الأفعال السحر يدخل لهم تقوصه في المحل وفي الأفعال فعلا التجارة بدأت تنعش في مرة أخرى هنا أمامك وإلى والديك كل شيء يتقف في السحر وأي شيء يقولون لهم السحر كانوا يتقون بها السحر استغل نقطة الضعف وقال لهم بالجد كانت لديه علاقة وعهد مع ملوك الجن وفيها كي يتعالج الناس وفيها لكي كانت تجارة جيدة وكثير من هذا كل شيء قناعهم بالذي أنا أخبئ عليهم علوم وأسرار كبيرة وليس لن أعطيها لهم وإذا أدروا يدخلهم على هذه الأسرار وعهد العلوم سيضربوا الصرف بالصح من هذا النهار لم يكونوا يتقون فيه وعودوا في السحر وعودوا تابعينه السحر وخامت لكن الأفكار سبقوا لاصقين فيهم تابعين الدبيح والمزارات والجن والدرهم والأقبح من هذا كامل هو أن يردوا عبيد لذلك جنية التي لم تسمى ماليكة يردوا يربحوا الفلوس وحللوا تجارة من وراء تجارة وخلطوا الحلال مع الحرام وإذا كل درهم يربحوا يقولوا ماليكة هي التي أعطيت لهم ونسوا بالذي ربي هو الرزاق وهو العاطي والذي لا يعطي من غيره وعندما يربحوا بالليل وفي النهار يجارون وغير من وراء الدرهم ونسوا ودينهم ونسوا وإصلاتهم وضيعوا هذا الدين وصلاح الذي كان على جدودهم وعندما تابعين الدنيا ونسوا وطرق الله صراحة لا أعطي لكم الأخوات هذا ما الذي سمعت عن جدتي يجعلني نصدوم وجدت رأسي وكتشفت رأسي بأنني كنت عيش في أحد الكتب جدتي وساكت وحادر عيني وكان بين الحصرة الخلعة كانت شادانة ولمكنت تعرف منذير جدتي مسكينة وعقل وقال لأخوة نوصيك ولدي أرجع للطراق الله أراك الله لا تخيب تبع طراق الله وتبع طراق جدودك الذي كانوا عليها أما هذه الطراق التي تدبها ستجدك وستجدك غير الخسران أما هذه التي لم تسمى ستقدر تصفيها لك وانت صغير صارح الأخوة هذه التي اكتشفتها في هذه المدة الصغيرة جعلت الدنيا الضربية حسيت براسي بحالي لك أنت عايش في شيء كذبة وعيت هذه كمالية التي حياتي كاملة ومعايشاني في الكذوب صدقات هي التي تستغل الطاقة وصلبات الصحة لدرجة الأطباء حارف المرض وليس منذوع لعائلتي التي نسوا طراق الله ونسوا الصحيحة أو تابعين غير الفلوس والدرهم أو تابعين غير طراق الشياطين بسبب هذا كامل الذي أعرفته أريد أن تخيلوا حالة كيف كنت لكن في هذه اللحظة أين سيصوني يا ياسين في التليفون أخذت التليفون وعندما الصوت كان يظهر في الجهة ياسين طلب مني لكي نطلق معه اليوم كذلك الذي قمت طراقه ومشيت ما الذي طلقت مع ياسين ومشاهدة ومشاهدة وحالتي حالة وتحت عيني وزرق ياسين يرى يقول لي على مبالي أخيرا عرفت الحقيقة لك أما أهم شيء أخيرا عرفت الحقيقة للعائلة لك هذا اللقطة أنا حضرت رأسي وأنا حشمان قلت لي فعلا عرفت الحقيقة لكن انتهي لكي عرفت شيء كامل هذا اللقطة ياسين يسمى أحد يسمى خفيفة وقال لي شيء كامل مقدر من عند الله وهذا هو السبب لكي يخص ويذير الخير وينساه لأن هذا الخير مع الزمان سيضور ويرجع عليك بالنفع هذا اللقطة أنا أرى في ياسين لم أفهم وقلت لي لم أفهم ماذا أريد أن تقصد بهذه هذه الرضاية أخيرا لكي أعود لي الحقيقة كاملة رأى هذه الأيام أخيرا وقالت وحير فتح شيء كامل وبدأت قادرة نفسره وفي ياسين بدأت تقول في قصته ولماذا قرر بالطبط أنه يعوني ياسين قال لي فأنا صغير كان يحلم بأحلام التي خيبة كان يحلم بأحلام الذي يضارب مع الجن يرى أحلام في حياة هناك كلاب كبار كان يبقى يضارب معهم ويقرأ عليهم القرآن لكي يبعدوا منه لكن الأخطر فالشيء كامل هو مع الوقت صحة وبدأت تمرض بدأت تطيح في الوزن أكثر من القياس يضارب على الكثير الأطباء لكن يقوموا وبدأت تحلم من أحد أن يرى أحده وهذا الراغي كان هذا هو جدي آية جدي السعيسة جدي السعيسة في الوقت الذي رأى حالة ياسين عرضه بالطبط ما هو واقع عليه ياسين كان زهري وكانت تسلطت عليه هذه التابعة هذه التابعة التي اسمتها ملك الزواني كانت تسكنت في الجسم وكانت تغذى على طاقة لكن بفضل الله جدي السعيسة قدر أن يعالج ياسين ويطرد هذه الملعونة هذا الأيام والأيام وياسين لا يستطيع أن ينسى هذا الميدان وقرر أن يتعمق فيه أكثر وكثر لكي يبدأ يعاون الناس لحالة مصحابة يهتم بالعلاج التابعة ومن صغر عمره ومنسى هذه المساعدة التي قدمها جدي الله يرحمه في هذه الأيام الأخرى ياسين يفكر بكثير هذه الحادثة التي توقعت له في صغر وقرر أن يصافر لكي يرى جدي لكي يرى ويسلم عليه لكن ياسين عندما يصل إلى هنا تفاجأ من المحل جدي ويسلم أنه لم يتحال الله يرحمه لكن ياسين تمك شده الفضول لكي يعرف العائلة ويتعرف على أولاد جدي قال ربما يكون واحد من أولاده ويستطرق هو أو راقي لكي يريد أن يسلم على أحد من أولاده ويشكر من أولاده أو راقي يريد يسلم عليه ويشكر في بلاست ويشكر جدي الله يرحمه لكن هنا في نياسين سيتفاجأ بالأولاد جدي كاملا ويقوموا تابعون غير الفلوس ويشعر واحد فيهم لم تتبع طريقة ببواهم وبالصدفة كانت لديك محال لكي نهز سلع وفي نياسين رأيتني وعلى حسب ما قال لي بالأولاده كان شبه جدي وغير ما نرى وبسبب هذه الخبرة التي لديه أعرف بالأشعر وعرف أنني كنت أدوز من محنة الكبيرة وقال لا ليس بعيد أنني أكون معرض للسحر وبالفعل من ذلك يصبح ياسين مراقبني وقدر يعرف العلاقة بين عائلتي والجن وقدر يعرف أنني أعيش فيه حاليا وماذا أعيش هو حال هذا وماذا أعاني من تابعك ومن نفس الجنية ماليكة ياسين لم أعرف ما هذا الجنية جاءت عندي انتقاما من جدي أو لم أعرف ماذا كان لكن ياسين قال لي كان بإمكانه أنه من الذي رأيت يمشي بحال وإذا رأسه لم أرى لكن شيء فيه لداخل لم يجب أن يمشي هذا يقرر أنه يستطيع أنه يستطيع أن يرتاح حتى نخرج من هذا الذي دخلت فيه وإذن بالطبط وإذن يقرر الخير وإنساه لأن الخير سيظهر وسيرجع المولاة ومساعدة التي أقدم جدي ما هذا هذا وقايت لأين سيرجع لي الصراحة من المورا هذا شيء كامل الذي كانت عودة لي جدي على جدي وإذن ما الذي يعود لي ياسين على جدي رجعت كأن أشعر بي بطل رجعت أن أفتخر بي واخذته كقضوة لي أنت يجبني ياسين يقول بإذن الله سنحاول لا نقول أنه سهل لكن سنحاول ونحاول ونحاول واخذ الأمر ستطلب منه وقت طويل لكن نحاول إن شاء الله بالفعل التفقنا بأن يجب في الصباح سنذهب وذلك ما كان الذي دخلت لديه الدار لم تسمع الآدان مطلوق وكيف التعود والقرآن مطلوق وجدت ياسين أن أشد القرعة في الماء المرقي وكيف يرشف في هذه الملصة في أن يجب لي الرقية كنت أنا غير قلس ونرى في ياسين ما يفعل سيشد واحد الكوبة للأشوب ويضع في المجمر ومشعل العافية من هنا سيشد واحد البخور وطلقه وكان راح تزوين بالسف ياسين أضع واحد البانيو عامر بالتلج وضع أضع حداية وإخوه الماء الرقية من هنا أضع القشابية طويلة وإخوه الفوقية طويلة وأمرني لأنني سأتحوي كاملين ونبس غير الفوقية وطلق مني ومشحط الكورسي وسط البيت وقال لي يقل في المراهجة البانيو الذي عامر بالتلج في الماء الرقية وقال لي وقال لي أخشي فيه رجلك وقت الذي أخشيت رجلي في البانيو بالتلج كان بارد بث لكن في الوقت الذي يشد زيت وضعه وضعه من فوق راسي لم أفهم ما هذا يوجد لأنه يشعر بالتلج وقال لي أنه يسخن بالتلج أسمعني لكن أريد أن يجاوبني أحد قال لي أن أسمع هذا القرآن الذي سنقرأ عليك سمعه سديت عيني وبدأ أن أسمع القرآن الذي يقرأ عندما لم أشعر بالتلج وبدأ يحرقني أشعر براسي يقال عليه لحظة غيبت وليس أشعر أن أشعر أحد وهذا الذي سنقرأ وعود إلى ياسين الوقت الذي غيبت كان ياسين قرأ في القرآن وفي هذه اللقطة أنا أطلقت أحد الغوته مجهد بالساف وكان الصوت غريب ورقيق كان الصوت هو الصوت التابعة ماليكا ماليكا كانت تغوت وإطلاق العداو تقول ياسين بعد مني بعد مني سنقول لك سنضمّر لك حياتك كيف لم تضمّر حيات الناس الذي سبقوك كانت تغوت وياسين كان يقرأ في القرآن ومركز معه بدأت تتوعد فيها أنها ستضمّر ستضمّر لحياته وحياة أولاده لكن لم يكن يدفع من مراهجة قليلا بدأت تقرأ في أحد العزائم لكن ياسين لو قلت أن يسمعها نطب الزرب وشجاب أحد الكوب من العشوب وضع أحدها وشعر فيهم العافية ويقرأ في الرقية والآدان مطلوق في البيت ويتعود والقرآن تهو مطلوق كان مرة مرة يشتدك الماء الرقية ويقرأ لي على وجه أو بالأحرى على وجهها وفي الماليكة لم تصبر ولم تستطيع أن تحمل حيث إذا لم تزال في الجسم سيكون المصار هو الحرق وفي استسلمات وطلقات وشاهدت في ياسين وتوعداته قالت لي أنا سأخرج دابا لكن عمركم لا سيتهنون مني ونجعلكم ترشع وفي هذه اللقطة يتضبط في خرجات ماليكة وأنا يا صافي فقط في الوقت الذي فقط حلت عيني أشعرت بإحساس غريب في حالي لا أحد تقول كبير كنت هسف قداري ومشى لكن تشعر بشكل كبير لا يمكن أن يكون هناك أحد جوع حتى لم تكن سيمانة سين شرح لي من المرة من خرجات ماليكة من الجسم قال لي أن الجسم سيحصل وقت طويل ويتعافى لكن في هذا الوقت سيحصل بعد ما أمكان على هذه الأماكن لكن لم أردت أن الجسم سيحصل وقت طويلة وقت طويلة وقت طويلة وعودت لها كل شيء وقلت لها بأنني أدمان على هذا شيء كامل والذي لم أكن أعرف الحقيقة لذي كنت فيها عودت الجسم على ياسين وعلى الرقي لكي أستطيع من الملكة قلت لها بأنني هذا صافي الحمد لله وقررت أن أعود طريق الله زائد أنني سأتخلى هذه التروة كاملة التي بنيتها بالباطل والحرام سنبدأ من السيارة والحمد لله سنبدأ حلالاً طيباً الوقت الذي قلت لجدتي هذا الشيء كامل كانت عاقل عليها وقت طويلة لم أحسنت في هذه اللحظة نزل لي الدموع وقت طويلة في هذه اللحظة جدتي نادت وذهبت إلى بيتها وذهبت وقلت وقلت وقت طويلة لكن لم أعرف ماذا فيها قلت لي أن أرى أبي هذا السحر الذي تلف والديك وعمامك سيكون لديه حق في شيء ما قال هو أن فعلاً جدك تجعله سر كبير وأنا هذا السر كنت مخبيه على وليدك وعلى أعمامك لقد رأيت هذه اللحظة في جدتي وقلت له لكن ما هذا السر؟ قلت له جدتي بالله يرحمه قبل أن يتوفق أكتبه بخط يديه كتاب الذي يجمع فيه تجربته والرقية التي يرقى بها الناس طرق الذي يستعمل وحتى معلوماته كيف يشأحارب الجن والصحراء دائما كان يحلم أنه يورد العلوم لأولاده لكن قبل أن يتوفق كان حاسب لأولاده يقدروا يفسدوا بهذه العلوم ويقدروا يؤديوا بها الناس وكان خائف بثاف أنهم يقدروا يخلطوا الرقية مع السحراء وجدك والدي كان عنده الحق هذا شيء مني على هذا الكتاب وطلب مني لكي لا أعطيه شخص أحد صافي وطيب ويعرف بأن الله بالصحر جدتي شفت فيه من أولادي كاملين ومن حفادي كاملين أنت الوحيد الذي كنت حاسبك ستترجع على طريق الله وكان عندي إيمان قوي بالله أنه سيأتي النهار الذي سنعطيك هذا الكتاب ولديك لكن سنوصيك نفس الوصائق الذي وصاني جدك محمرك ما تعطيه هذه العلوم الذي كينين في هذا الكتاب من غير فقط للناس الذين يتقعون الله صراحة هذا الشيء كامل الذي وقع لي في هذه السبع أيام من نهار وجدت مع ياسين قلب لي حياتي كامل سفاه على علاه في سبع أيام وكانت تحولت من ساحر خادم السحر والجن بأحد الإنسان الذي تائب يريد أن يترك الله لكن طبقت الحال شيء ما تكون بالساحر فقط لأيام وقررت أنني سنسكن مع جداتي وغن والنصر نعمر عليها الضار ومقمعها كيف قلت لكم بدأت منظره وتخليت على قاعدة التروى التي كانت عندي ومحلات الأحرام وقررت أنني سنفتح المحل جدي بالله يرحمه والمحل الذي كان مسدود هذا متطويل الحمد لله وقررت في هذا المحل الصغير وقررت في هذا الرزق الذي كان حلال وبسبب هذه القرارات دخلت في صراعات كبيرة مع عائلتي وعمامي تحتى لم يأتي هذا القرار الذي قدرت به صعب كل شيء يستطيت والهرب لها أرجعوا كلهم كيلو مجداتي حيث بالنسبة لهم والذي أنا خرجت عليهم حيث قطعت العلاقة بينه وبين مالكة التي كانت تعطيهم الفلوس حتى من الوالدية التي لم يقدروا أنهم يتقبلوا الواقع بذلك شيء كامل ويبعدوا على هذه الطريقة حتى الأخر ترى العربون بعينيهم هذه الطابلة التي أخذتها الوالدة من عندي والذي كانت تخدم بها السحر للناس بالمساعدة المالكة تقلبت عليها مالكة تسلطت على الوالدة وبدأت تطمر لها حياتها وتتمردها في صحتها ولو لأني طلبت من ياسين أنه يدخل مرة أخرى ويعتق الوالدة كانت تقدر يفوت الفولة وبسبب هذه الواقعة بدأت ترى هذا الجهل الذي كانوا عايشين فيه الحمد لله والدي يتاب وأرجع لطريق الله أما بالنسبة العمامي كان هناك شيء واحدين فيهم الذي كان رأسه قاصح وبقاوم تلفين والفلوس أما أنام على الوقت بدأت نحفظ في القرآن بشوية بشوية وبدأت نتعلم من هذا الكتاب الجدي الذي كان فيه ألف سر من بعد سنوات على التعلم قررت أخيرا أنني أنا الذي سنستقبل الناس كيفما كان يدير جدي الله يرحمه وقررت أنني سنذهب في الطريق كانت الخوت هذه هي القصة اليوم التي أتمنى أنها تكون أجباتكم وستمتعتكم بها إذا وصلت معي هنا أشكركم ونحييك أنت متابع حقيقي لكن لا تنسيت لايك لا تنسى لكي لا تنسى وقررت هذه الحلقة مع صاحب كان معكم أخوكم أمين القيطي إن شاء الله